اشتركوا في القناة 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 ومرحلة القريبة على المشاريع التي تحتاجها محافظة نينوى وتحتاجها جامعة نينوى حضر اليوم وفد رفيع المستوى من فرصة ممثلا مدينة ليون وجامعة ليون لفقد الاتفاقية مع جامعة نينوى ومحافظة نينوى كآلية تعاون وقدم الأستاذ الدكتور مزاح من الخيار عن معاناة أهل الموصل ومعاناة الأقليات وذكر مدى الدمار الذي أصاب الموصل والتأثير على نفسيات المجتمع والحاجة إلى المشاريع الخدمية للناس وللجامعة خاصة وعرضنا مشاريع تهتم بالصحة النفسية حول بناء أو تأسيس مجمعات للتأهيل النفسي ما بعد الحرب وخاصة للأم والطفل